السلام عليكم الله بالخير زملائي المتسابقين جمهور قناة الواقع العظيم وقناة الواقع العظيمة أهلاً وسهلاً بكم اليوم أحب أن نستعرض لكم من خلال الشيء الجميل الذي تشوفونه وراي كل ما يخص حسابات التواصل الاجتماعي في قناة الواقع طبعاً حسابات قناة الواقع في التواصل الاجتماعي موجودين في اليوتيوب وفي اليوتيوب من خلاله نقدر نتابع البث المباشر وهو بديل للأقمار الصناعية وأيضاً من خلاله نشوف المقاطع سواء كانت مقاطع طويلة أو مقاطع قصيرة وكل ما يخص البرامج اللي تعرض على قناة الواقع نتكلم لكم عن الانستجرام والانستجرام فيها شيئا تحدث وفيها صور ومقاطع فيديو من خلاله تقدرون تستمتعون على كل جديد وكل ما ينزل في حسابات التواصل الاجتماعي سواء في اليوتيوب أو في الانستجرام أيضاً في تويتر وفي تويتر يعني بعد برنامج كارزما صار فيه نقلة نوعية وصار فيه تفاعل صار فيها نشر للتصويت صار فيه تغريدات ومشاركة الجمهور عن طريق الأسئلة اللي تكون فيه فقرات البرنامج من خلال الفيسبوك أيضاً هل تستطيعون مشاركتنا ومتابعة حسابات القناة؟ بهالمناسبة هذه بهالمناسبة هذه حنا مجهزين يعني عمل بسيط لكن قبل العمل البسيط هذا أنا ودي أسألكم سؤال نعم من خلال الأربع وعشرين ساعة اللي طلعته وطلعته من خلالها على حسابات قناة الواقع وش رأيكم بالتفاعل اللي شفتوه من خلال سواء كان تويتر أو يوتيوب لأن كل واحد مننا طلع أنا ودي أسأل الشباب اللي يطلعوا وأكيد أنهم رجعوا لل اليوتيوب مثلاً والتويتر والإنستغرام خلني أسأل فهد الشهري فهد الشهري لما طلعت أكيد أنك رجعت تشوف المقاطع اللي كانت لك في مثلاً اليوتيوب ودي تكلمنا عنها والله يا شوف يا بو فراج الأمانة شي جميل جداً حتى التفاعل كان جداً جميل من ناحية جميع التطبيقات التواصل الاجتماعي سواء تويتر أو الإستغرام أو الفيسبوك يعني شي جداً جميل والله العظيم وعلى فكرة والله الناس فعلاً متفاعلين مع البرنامج بشكل جنوني يعني ممكن يطلع وشاف التفاعل برا فعلاً يعرف أنه حناً قاعد نقدم شي ممتاز لكن هذا ما يمنع أنه نقعد على نفس الرتم عفواً ما يمنع أنه نزيد من الرتم الله أعطيك العافية أزعيزي وشكراً حياك الله وكام معكم وخوكم في هذا الشهر حبيب فهل حبيب فيصل الحربي دعني أسألك سؤال الأعمال التي كانت لك في البرنامج عندما طلعت أكيد أنك بحثت عنها في اليوتيوب مثلاً أو في تويتر أو في الإستغرام كيف وجدت بحثك لأعمالك التي كانت؟ هل وجدت أعمالك أغلبها؟ هل شفت كل أعمالك التي كانت في برنامج كاريزما خلال المدة التي قضيتها؟ نعم كان لها صدى كبير يعني تقريباً عندك الوافية تعدث الأربعين ألف ما شاء الله وحشتيني تعدث الخمسين ألف حش الله أما لا وصلت سبعين ألف تقريباً المئة بعد مئة ألف ماشاء الله شيء جميل طيب جميل سلطان العنزي خلني أسألك سؤال كيف وجدت الشيء التي كنت تبحث عنه لما خرجت والمحتوى التي قدمتها هل كان مرضي بالنسبة لك أنك وجدت أغلب الأشياء التي قمت فيها في البرنامج؟ نعم أنا يوم أبحث عن اسم طبعاً كل واحد يطلع أكيد يبحث عن اسم في اليوتيوب حلو فعلاً أنا شفت أعداد كثيرة تابع أرقام عالية بمعنى يعني فيه شغلات لما تقارن بين تدشين وبين كلام عادي يفرق تدشين أكيد بيوصل إلى 70-80